وكأن الاتفاق النووي الذي شغل العالم في 2015 ولاق الكثير من الثنائك اتفاق ينقذ البشرية من حرب نووية تطلق شرارتها إيران بات اليوم هذا البرنامج النووي يتذيل أولويات طهران وواشنطن رغم التصريحات العلنية النظام الإيراني الذي عان في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي كبير عاد مع الرئيس الجديد وحكومته لإعادة ترتيب أوراقه كما عبر عنها المرشد علي خامنائي بأن أعظم رأس مال للحكومة هو كسب ثقة الناس التي تآكلت في الأونة الأخيرة حسب تعبيره فلم يعد الاتفاق النووي برقا كما روجت له حكومة الرئيس السابق حسن روحاني ومن وجهة النظر الإيرانية لم تحصل طهران على أي مكاسب تذكر ما يجعل تقديم التنازلات غير ذي معنى بالنسبة لطهران لا سيما أنها تقيم أن بايدن وترامب هما وجهان لعملة واحدة فخامنائي يرى أن الحكومة الأمريكية الحالية لا تختلف في شيء عن السابقة حيث المطالب بشأن الملف النووي مختلفة في الصياغة لا غير وليس في المضمون المرشد الإيراني لم ينس التذكير بالأوضاع في أفغانستان كدليل على تخلي واشنطن عن كل من يثق بها غير عابئة بأوضاع الشعوب وإنما بمصالحها هجوم يأتي بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي بخيارات أخرى في حال فشلت المساعد ديبلوماسية وهو التصرح الذي أدل به بايدن خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالين بنت في أول زيارة له إلى واشنطن وهو يحمل تصورا كاملا لمواجهة السلوك الإيراني في المنطقة على أمل إقناع الجانب الأمريكي به الروس والصينيون ومعهم الأوروبيون ينتظرون أن تخرج الإدارة الأمريكية من الدوامة الأفغانية واستقرار الحكومة الإيرانية الجديدة لاستئناف مفاوضات الاتفاق النوي حيث وقفت آخر جولة في يونيو الماضي فهل تبقى الجولة إلى ما لا نهاية دون اتفاق واضح أم يأتي الطرفان بشروط متبادلة قابلة للحلحلة